بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل انتهت الأزمة الروسية الأوكرانية أعلنت روسيا أنها ستأمر القوات بالعودة من الحدود مع أوكرانيا لمتابعة تفاصيل هذا الموضوع الخطير والسخونة الكبيرة الموجودة بمنطقة البحر الأسود أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد تأمر روسيا القوات بالعودة إلى القاعدة بعد تعزيزها قرب أوكرانيا وهذه صور كما شاهدنا قبل قليل على موقع رويترز يتحدث عن عملية العودة والانسحاب من الحدود الأوكرانية بعد أن تجمعت السفن الحربية وكذلك أيضا الجيوش من كافة أنواعها برية وبحرية وجوية إذ بها الآن تعلن الانسحاب والعودة مرة أخرى إلى قواعدها التي كانت فيها قبل عملية المناورات والانتشار أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها تأمر القوات بالعودة إلى القاعدة من المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا ودعت على ما يبدو إلى إنهاء حشد عشرات الآلاف من الجنود الذي أثار قلق الغرب ارتفعت عملات كل من روسيا وأوكرانيا بشكل حاد بعد الإعلان مما يشير إلى ارتياح بين المستثمرين بعد ساعات فقط من إنهاء روسيا للمناورات الحربية في شبه جزيرة القرم التي احتلتها من أوكرانيا عام 2014 ومن المرجح أن يلقي الانسحاب المؤكد للقوات التي تم ضمنها على رأس الوحدة الدائمة ترحيبا من الدول الغربية التي كانت تعرب عن قلقها من احتمال حدوث مزيد من التدخل الروسي في شرق أوكرانيا ويقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم روسيا الحكومة الأوكرانية في المنطقة منذ عام 2014 خاصة منطقة دونباس وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني هذا الشهر إن روسيا لديها أكثر من 40 ألف جندي منتشرين على الحدود الشرقية لأوكرانيا وأكثر من 40 ألف جندي في شبه جزيرة القرم وقالت إن نحو 50 ألف منهم كانت عمليات انتشار جديدة لهم لم تقدم موسكو أي عدد عن القوات بشكل نهائي وفي تغريدة قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن أوكرانيا ترحب بأي خطوات لتقليص الوجود العسكري وتهديئة الوضع في دونباس شرق أوكرانيا مضيفا بالامتنان للشركاء الدوليين على دعمهم وقال وزير الخارجية الأوكراني لرويترز إن كييف لا تعرف ما إذا كانت موسكو تعتزم شن هجوم أم لا وقال إن على الغرب أن يوضح أنه سيقف إلى جانب أوكرانيا إذا فعلت روسيا ذلك وقال كولوبيا لذلك لا يمكن أن نعرف أين تسير الأمور في أي اتجاه وهذا هو السبب في أن رد فعل الغرب الموحد مهم للغاية الآن لمنع بوتين من اتخاذ هذه القرارات وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن كانت على علم بالإعلان وتراقب الوضع على الحدود عن كثب وقال برايس سمعنا كلمات أعتقد أن ما نبحث عنه هو العمل وقال وزير الدفاع الروسي سيرجيس شويغر أنه أمر القوات المشاركة في التدريبات بالعودة إلى قواعدها بحلول الأول من مايو حيث أنهوا ما أسماه تفتيش في المنطقة الحدودية وقال شويغو أعتقد أن أهداف التفتيش المفاجئ قد تحققت بالكامل وأظهرت القوات قدرتها على توفير الدفاع موثوق للبلاد هذه صورة أيضا لهذه القوات الضخمة والتي تواجدت ثم الآن تعلن روسيا أنها تقوم بسحبها كان من المقرر ترك المعدات العسكرية في ساحة التدريب بالقرب من إحدى المدن الإكرانية على بعد حوالي ست ساعات بالسيارة من أوكرانيا بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى في وقت لاحق في تمرين مجدول هذا العام وقبل ذلك بساعات شارك شويغو في منورات في القرم قالت موسكو أنها شملت عشرة آلاف جندي وأكثر من أربعين سفينة حربية كما أعلنت روسيا أنها ألقت القبض على رجل أوكراني في القرم بتهمة التجسس كان حشد القوات بالقرب من أوكرانيا أحد القضايا العديدة التي أثارت التوترات بين روسيا والغرب وشددت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي العقوبات على روسيا بسبب اتهامات لها باختراق أجهزة الكمبيوتر والتدخل في الانتخابات الأمريكية واتهمت جمهورية تشيك موسكو بالقيام بدور في تفجيرات دامية في مستودع أسلحة عام 2014 وطرد كلا البلدين دبلوماسيين روس مما أدى إلى نفي غاضب وطرد متبادل من قبل موسكو وحثت الدول الغربية روسيا أيضا على إطلاق صراح المعارض المضرب عن الطعام أليكسي نافلني مع تحذير واشنطن من عواقب إذا متى في السجن وتقول روسيا أن الغرب يجب أن لا يتدخل في خطاب مهم اليوم الأربعاء بدأ الرئيس فلاديمير بوتين متحديا محذرا الدول الغربية من تجاوز الخطوط الحمراء مؤكدا أنه لن يشارك أيضا هذا الأسبوع في قمة المناخ التي نظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي موسكو قال الكريملين أن بوتين علم بدعوة من الرئيس الأوكراني للاجتماع لمناقشة الأزمة إذا رأى الرئيس ذلك ضروريا فسيرد بنفسه وقال المتحدث ليس لدي ما أقوله بهذا الشأن بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذه المحطة الهمة والساخنة فيما يتعلق بتطور الأحداث في أوكرانيا وحدود أوكرانيا وكذلك القوات الروسية الضخمة والهائلة التي انتشرت وأجرت العديد من المناورات بالذخيرة الحية ونشرت ما يزيد عن 100 ألف جندي وسفن حربية وقوات بحرية وقوات جوية كما حدث مناوشات كالمية من طرف الروس حيث تحدثوا عن المسيرات التركية الموجودة في أوكرانيا والتي تحلق في سمائها وكذلك أيضا أصدروا بعض شرائط الفيديو والتي توضح أن طائرات ومعدات روسية تستهدف المسيرات التركية كما حذروا تركيا من بيع المسيرات لأوكرانيا لا شك أن منطقة البحر الأسود مرت بأزمة لا تزال ساخنة ولكن هل تضع هذه الخطوة الروسية بانسحاب قواتها من محيط القرم ومحيط أوكرانيا حدا لهذه التوترات أم أن التوترات لا تزال قائمة وأن الحرب التي تدق طبولها في البحر الأسود لا تزال مستمرة وهل عودة العلاقات التركية الروسية إلى سابق عهدها سيكون خاصة أن روسيا منعت من طرف واحد الرحلات الجوية إلى تركيا أو قلصتها بشكل كبير بينما وجدنا في المقابل عودة الطيران إلى الحركة بين روسيا ومصر هل هذه الخطوة تأتي بشكل دائم أم لها علاقة بفيروس كورونا وغيره هذه أصبحت تساؤلات كبيرة وتحتاج إلى أجوبة ربما تصلنا أجوبة في الساعات والأيام القادمة عن هذه الأزمة الكبرى الموجودة في البحر الأسود لا شك أن انتهاء هذه الأزمة يصب في مصلحة تركيا لأن تركيا من مصلحتها أن لا تتوتر الأمور في البحر الأسود وأن لا يكون هناك ذريعة للقوات الغربية بعبور قواتهم إلى البحر الأسود والبصفور والدردنيل وأن تعسكر المنطقة وأن تحاصر تركيا من هذه الجهة ولقد حذر إبراهيم كراجول وغيره من الكتاب الأتراك من أن هناك مخططا لحصار تركيا في البحر الأسود كما يريد أن يحاصروها في البحر المتوسط وإيجا متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر